السلام عليكم ازايكم? يا رب تكونوا بخير معاكم عليها السعيد. الموضحة لقيتنا انه هاده هنكلم عن الاهواء. الاهواء هل هي مدره ولا لا? هل هي فعلا بتسبب ادمان? ولا لا? ولو بتسببه فالادمان ده هيبقى بسبب ايه? اولا القهوة بتحتوي على مادة اسمها القافيين. المادة دي مش بس موجودة في القهوة. لا هي كمان موجودة في الشاي في الشوكولاتة وفي بعض الدروسات اثبتت ان هانكم تبقى موجودة في الكولا. القافيين هو اللي مسؤول عن التأثير بتاع القهوة بحيس ان الشخص مسلا شرب قهوة فخلاص مش هيعرف ينعم هيبقى فيه التركيز بتاعه هيزيد اكتر. اللي بيحصل ان بعد ما الشخص بيشرب كوبات القهوة بتاعته بتروح مادة القافيين بتنزل على طول وبتروح للمخ. هيبقى القافيين يقعد في اماكن مش بتاعته اصلا وهيحجز الاماكن دي وهيرتبط بها سبب كده المادة الاساسية اللي بيفرزها المخ اللي هي بتسبب التعب او بتسبب الاحساس بالنوم مش هترتبط باماكنها فبالتالي هيبقى في الشخص مركز وهيبقى مفيش احساس بالنوم. وده هيديك شعور حالة ان انت حاسس ان انت مركز اكتر وحاسس انه خلاص انت فايق ومصحصح. فهيخليك تشرب مرة واتنين وتلاتة وممكن توصل لاكتر من خمس كوبات في اليوم. المشكلة هتبدأ تظهر هنا لما الشخص بيبدأ يشرب كمية كافيين كل يوم يوميا بمعدة السابق. المخة هيبدأ يعمل ايه? هيبدأ يبني اماكن جديدة للمادة اللي الكافيين بتاع القهوة مسك في مكانها. المادة دي اسمها اديمزيل. هيبدأ يبني الاماكن دي فبالتالي احنا مسلا شخص بيشرب كوباية في اليوم فهيبشرب نفس الكوباية فكده في اماكن زادت. الاماكن دي مفيش حاجة ملاحة. بالتالي بعد ما هتشرب القهوة مش هتحس باي تأثير او التأثير القديم اللي انت كنت بتحسه. فالحل هيبقى ان احنا هنزود بدل الكوباية هتبقى كوبايتي. وبتستمر المشكلة. مش بس كده. فيه كمان سبب تاني ان الكافيين بيطلع مادة كويسة اسمها مادة الدوبامين. المادة دي هي اللي بتسبب الاحساس بالسعادة. بتخلي الشخص كده مبسوط والدنيا مبهجة وصعيدة حاليا. وده برضو سبب تاني هيخليك تشرب كمية قهوة كتير. هتحصل شوية تغيرات في الهرمونيات وشوية تغيرات في المخ وكمان هيأثر على النوم بشكل كبير. الحاجات دي هتحصل امتى? هتحصل لو احنا تعدينا الحد المسموح به. لكل شخص مسموح له من مية لتلتمية ميلي جرام. الافضل يبقى مية اللي هو بمعدل من كوباية لتلات كوبايات في اليوم. كل واحد على حسب التركيز اللي هيستخدمه. وعلى حسب الجسم هو هيقدر يستقبل ايه? امتى عرف انها وصلت لمرحلة تسلم وشربت كمية كافيين كتير? في حالة ان الشخص ده بقى عنده قرق كتير مش قادر ينام. فيه عصبية. الوش بقى لونه احمر. بيدخل حمام كتير. الايدين والردلين ده مساقين. واحيانا ببقى فيه قلم في البطن في قولون. موجود فيه حلاوس. مش شخص ببيهالوس بحاجات مش موجودة. ده بيحصل امتى بيحصل? لو حد اقل كمية بيشربها في اليوم بتبقى كبايتين ونص. وبيبدا يزود في الايام. فده بيحصل على المدى البعيد. جرعة الكافيين اللي هتسبب الوفاة هنا هي معدلة بتبقى كباية لكل كيلو جرام في الجسم. يعني لو حد عنده وزنه سبعين كيلو جرام. فبالتالي الجرعة بتاعة الكافيين اللي هتسبب للشخص ده الوفاة. آآ سبعين كباية. ازاي هقدر ان انا اعمل حاجة تبقى مضادة للتأثير بتاعة اهوة او القافيين ده. في دراسات كتير قالت ان ممكن اللبن هيساعد على ان هو بضاد التأثير بتاعه. في ناس قالت الموز. في ناس قالت ان هو لو حد حابب ينام فالحال الوحيد ان هو بيخلي وقت قبل وقت النوم من سبع لخمس ساعات وبشرب اهوة. يعني لو انا مسلا ما عاد نومي الساعة واشرب الليل. فاخر وقت انا هشرب في اهوة المفروض يبقى اتنين الضهر او قبل اتنين الضهر. كمان في دراسات اثبتت ان الناس المدخنين او التدخين عمتا بيقلل التأثير بتاع القهوة او الهوة القافيين الموجود في القهوة. بمعنى لو هو في الشخص الطبيعي المش بدخن التأثير بيفضل لبدة سبع ساعات. فلا في حالة المدخنين التأثير بيفضل تلت ساعات او تلت ساعات ونصف. يعني هي القهوة وحشة من الفاشة شربها? لا هي مش وحشة بس في المعدل السليم. يا بمعدل ايه ومعدل كبارة واحدة في اليوم. موسيقى 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 موسيقى